الدنيا مغنية دنيا مطريبة الثاني مرة كنقول لكم هادي غير إشاعه أخوتي راح يقول ديك الإنسانة اللي هي أم وكتسينا بنتها بفارغ الصبر أنها تخرج رام الرطونا علاش ملي كيوصل شعفو ملاكي كتنود هاد الروينة وكيخرجوا هاد الإشاعات شكرا على رسائلكم من فرحان أنو كيبقوا يكسروا اليوم ديك الفرحة كل مرة إشاعه كل مرة إشاعه السلام عليكم كيديري اللباس كي صبحتو تبنيوا تكونوا باخير معاه الجو المتقلب المتقلب بحلب نادم شوفوا من البارح كيوصلوني شي مساجات الناس اللي كيبغيون مساكن كيسولوني كيسفطوني واحد المقال كاتب من مصادر مقربة من العائل كتنود دونيا باطمة اولا لكتبتي المقال دونيا ماش مغنية دونيا مطريبة حيث المغنية كتنود على شئ واحدة ما عندش الصوت وجبه ثانيا المصادر المقربة من عائلة دونيا باطمة دونيا عندش عائلة من غير نحن؟ ما عرفتش؟ حيث المقرب واختها موبة واختها موبة هذا هو من المقربين لها نحن لم نقل نتحاجة تعني مرة كم نقل نتحاجة تعني مرة كم نقول لكم هذي غير إشاعة أخوتي أي حاجة قلت لكم في ستوري اللي كنت كتبت قلت لكم أي حاجة غتعرفوا مني أنا أنا غنطلع بوجي فحال هكا كيف مدرت لكم هات ستوري غنقول لكم الناس الزوينين اللي كي بغيونا هاشكين واشكين واشكين أي حاجة يكتبها شي حد إشاعة أي حاجة يكتبها شي حد إشاعة راح يقول لك الإنسانة اللي هي أم وكتبت لنا بنتها بفارغ الصبر أنها تخرج وترجع لها ياك رام رتونا بزيف بركة حبسو رام كينش غير دنيا باطمة تبقى كل مرة ها هي استافدت ها هي دارت بغيت غنعرف علاش مليك يوصل شعفو ملاكي كتنود هاد الروينة وكيخرجوا هاد الإشاعات علاش شنو المغزى من هذا الشي حيث أنا بغيت معرف والناس اللي كي بغيونا بغيو عارفو علاش يقولوا من مصادر مقربة لدنيا باطمة ويقولوا إشاعات علاش مليك يقرب شعفو ملاكي كتنود بحلقة كيخرج شي واحد يقول آه را قربة تخرج آه را بقاليها وبقاليها آه را بقتليها كده وكده وكده ومعندو التعالقة بدنيا باطمة ومشي مصدر مقرب وتيخرج هاد الإشاعات ما فهمتش علاش اللي جازيكم بخير اللي يرحم لكم الوالدين هذا طالب مني اللي يرحم لكم الوالدين باركة من الإشاعات باركة من شي حاجة الناس اللي كتبغينا أي حاجة غتطلع بتيسام باطمة هكا في ستوري وغتقول لكم ها أشكين وأشكين آه سمحوا لي على هاد الستوري حيث بصح مرضونا وحيث كتبت الستوري مؤخرا انا عارفة الناس اللي كيبغيونا متشوقين لدنيا تخرجوا وانا فاهمكم وانا كتر منكم وعرفتكم مرضتو وعرفنا احنا مرضنا حسبي الله ونعم الوكيل والله ياخد الحق في اي واحد كيخرج هاد الإشاعات باركة من شي حاجة الناس اللي كتبغينا اي حاجة غتطلع بتيسام باطمة هكا في ستوري وغتقول لكم ها أشكين وأشكين سمحوا لي على هاد الستوري حيث بصح مرضونا حيث كتبت ستوري مؤخرا انا عارفة الناس اللي كيبغيونا متشوقين لدنيا تخرجوا انا فاهمكم وانا كتر منكم وعرفتكم مرضتو وعرفنا احنا مرضنا حسبي الله ونعم الوكيل والله ياخد الحق في اي واحد كيخرج هاد الإشاعات الغرض ان دنيا مسكينة متستفد من تحاجة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل باركة هذي كسيدر عندها بنيات بنيات عارفينها مصافرة وتوحشوها وقيت انها تجي من الصفر بفارغ الصبر باركة عندكم ولداتكم وكندون عندكم الإحساس وتحسو باركة شكرا لكم شكرا على رسائلكم انا الناس اللي كيبغيوا الدنيات يبقوا فيها حتى كيكونوا مساكن فرحان انو كيبقوا يكسروا اليوم ديك الفرحة كل مرة إشاعه كل مرة إشاعه كل مرة إشاعه كل مرة إشاعه كنقول هاد الناس حب إشاعات اتقى الله وبركة علينا حسو بينا راتحنا إنسان وحتحنا عندنا مشاعر وكنحسو وحسو وراء شو يبديك الأم رانكم أمهات وكنتخافوا عليهم والله يدرشي تهولي الخير صافراء الله يجعل باركة شكرا لكم كاملين على رسائلكم والناس اللي بكاوا سمحوا لينا ما إحنا ما حتى أنا أمنيتي دنيا تخرج ونشوفها بيناتنا ضي دي اللاشتة والدية الخير اللي يفرج عليها وكنطلبكم دعيوا معاها وقولوا حسبي الله للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر